اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة من اجل التنمية من اجل البيئة من اجل البناء من اجل التعليم تضع يعني شعار او هدف معين الدول تضع وتسعى لتحقيقه وتدعو الشعب لان يتخذ من هذا الشعار هدفا او يتخذه يعني طريقا لتحقيقه وتضع ربما اسس معينة وامكانات معينة وترفده بقوى معينة لكي يتحقق الهدف وطالما سمعنا الكثير من هذا حتى على مستوى السياسي كنا نسمع كل شيء من اجل فلسطين كل شيء من اجل معركة معركة الامة كل شيء من اجل التنمية على المجال الاقتصادي كل شيء من اجل التعليم كل شيء من اجل الصحة كل هذا لكن منذ نحو 19 سنة في العراق هناك شعار يتردد تردده كل الميليشيات الحاكمة العراق باحزابها وقواها وهذا الشعار غريب عجيب في مغزا ولم يسبق لي اي شعب ان ردد مثله كل شيء من اجل ايران مع الاسف الشديد كل شيء يحصل في العراق من اجل ايران يعني اولا واخيرا مصالح ايران قبل مصالح العراقين واهل العراق عليهم ان يوطنوا انفسهم ويعدوا انفسهم ويهيئوا كل اسباب قوتهم من اجل تحقيق الاهداف الايرانية هذا ما تريد الميليشيات وهذا ما تريده الاحزاب الحاكمة وجزء من هذا ما يعرف اليوم بالربط السككي بين العراق وايران قبل ايام اعلن عن توقيع اتفاقية ربما يعني لم يعلن عنها بالاعلام لكن ظهرت الاعلام بتوقيع اتفاقية بين وزير النقل العراقي ووزير النقل الايراني للربط السككي بين العراق والايران عبر المنفذ الحدودي الشلامشة الى البصرة طبعا ايران تمد نحو 32.5 كيلومتر من الخطوط السكة تصل الى البصرة وبعد ذلك تكمل قاطراتها بالسكة الحديدة العراقية وصولا الى الشمال وصولا الى تركيا و الى اوروبا و الى سوريا طبعا و اغلب الهن العراق يتساءلون لماذا هذا الربط و مفائدته البعض من المنظرين الذين يحاولون تضليل الناس تحدثون عن طريق الحرير والتجارة التي تمر عبر العراق العراق طول عمره جغرافي تحاكم المنطقة جغرافي تموقع جغرافي له اهمية وله قدرات كبيرة وهذا لا يعني ان العراق ما استخدم جغرافيته في خدمة اهله و خدمة شعبه لكن ان تستخدم جغرافيته لخدمة الاخرين هذه هي القريبة في عام 2018 طبعا هذه ليست الدعوة الاولى في عام 2018 ظهر علينا ما يسمى برئيس الجمهورية الحالي برهم صالح و دعا الى الربط السككي مع الكويت و ايران وبسرعة و يعني حفزوا المشاريع و فعلوا المشاريع التي يعني تربط بين العراق و الكويت و ايران بالذات سككيا لكي يخدم العراق و اتحدثوا ايضا عن طريق الحرير هذا الذي يسمونه و في اذار الماضي شهر الثالث الماضي مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء الحالي تحدث او اعلن انه تم اكمال كل المتطلبات اتفاقية الرمط السككي مع ايران اكتملت قال والان يجرون يعني ربما يعملون على تنفيذها ايران هي من طالبت بهذه و كل الاحزاب السلطة تريد هذا لماذا يريدون هذا ايران لديها ربط سككي مع تركيا اذا كانت تريد تذهب الى تركيا و تذهب حتى الى سوريا عن طريق السككي الحديد فلديها ربط سككي مع تركيا و عن طريق تركيا تدخل الى سوريا و طبيعي جدا لا تحتاج الى طريق العراق وهذا ممر طويل ربما تأخذه يعني مباشرة من ايران الى تركيا وتذهب الى سوريا و الى اوروبا الى موانئة الاوروبية موانئة تركيا على البحر الأسود على أي بحر ممكن أن تستفيد من أيته لكن لماذا عبر العراق إيران تريده عبر العراق مو لأن التعريف رخيصة وربما غير موجودة لكن لأن الرقابة غير موجودة ستعبر بهذه الخطوط كل ما تريده إلى سوريا وإلى أي مكان آخر ستدخل ما تريده إلى العراق بواسطة السكك الحديدية هذه النقطة الأولى والنقطة الثانية وهي المهمة أن العراق الآن يعني بعد ما حصل سواء في عام 1990 في دخول الكويت وما بعدها والحرب الأمريكية التي شنتها للعراق في 1991 في 2003 واحتلاله وما جرى من اتفاقات الأمم المتحدة العراق ليس لديه منفذ على البحر إلا شط العرب ومساحات صغيرة من الوحر ولديه ميناء يقلون أن نعمل عليه ميناء الفاو وهذه قصة أخرى عموما ميناء البصط موجود لكن الغاية من كل ذلك إذا ما اشتغل هذا الخط السككي سيؤدي إلى أنهاء الموانئ العراقية لأنه ما حاجة إلى هذه الموانئ العراقية إذا كانت الموانئ الإيرانية موجودة وتدخلها البضايع بمبالغ أقل وتنقلها السكك الحديدية الإيرانية عبر الخطوط العراقية إلى العراق وغيرها فما حاجة إلى الذهاب إلى ميناء العراق والدخول في مشكلة وربما مياه معالية وتحتاجها إذن كل الفائدة الموانئ الإيرانية وستموت الموانئ العراقية بالسكتة القلبية تنتهي خلص سنقفلها وتنتهي أرصفتها لأنه لا حاجة للموانئ الموردين لن يذهبوا إلى طرق نطول يذهب إلى الموانئ الإيرانية يرميها بالموانئ الإيرانية كل فتحة أقل وتتولى السكك الحديدية نقلها وانتهي القضية إذن ستكون التجارة العراقية وهي هذه النقطة أيضا المهمة مملوكة لإيران إيران ما تتحكم بمفاتيحها كل استيرادات العراق مفاتيحها في إيران هذا جزء من هذا المخطط الرط السككي لأننا لا نعتاج إلى هذا الرط السككي لذلك كنا نقول أن الشعار المرفوع من 11 سنة من 11 سنة هو كل شيء من أجل إيران كل شيء يعملوا من أجل مصالح إيران وإلا يعني ما حاجة العراقي مثل هذه الخطوط وهو ممكن أن يوسع موانئة أن يطور موانئة أن يدفع بالبضاع إلى موانئة وتستفيد يستفيد الشعب العراقي يستفيد تستفيد الطبقة العاملة كل العاملين كل الناس يعملوا في هذه الموانئة وتستفيد التجارة العراقية وتتحكم بتجارتها مثل ما تريد وترسم سياساتها الاقتصادية مثل ما تريد ومثل ما تريد أن تستورد لماذا عبر إيران؟ هذا هو المهم هذا هو سبب الربط السككي بين إيران والعراق وبالتالي إيران ستتحكم واستنقل ما تريده واستحكم بمنطقة كبيرة وهذا جزء من مشروع حال وصوله إلى سوريا وإلى البحر الذي يضمه المتوسط وامتداد هذا امتداد تغولها على هذه المنطقة هذا جزء من هذا المشروع الذي يناديون به تنادي به هذه الأحزاب التي تتحكم العراق وهذه القوى التي تسلطت على رقاب العراقين منذ عام 2003 لحد الآن هذا جزء من المشروع الذي يجب على العراقين أن يرفضوه لأنه ليس فيه مصلحة للعراقيين ليس فيه مصلحة للعراق والمصلحة الأساسية في كل ذلك في هذا المشروع حيث إيران حصرا والحديث عن طريق حرير طريق حرير كذبة كبيرة الغاية منها وتضيل الناس وتشجيعهم على الموافقة على مثل هذا المشروع أترككم بخير أعزائي المشاهدين وقت هذه الحلقة قد انتهى ألتقيكم في حلقة أخرى إلى ذلك الحين استودعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة